موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا بكم إلى حديث الصحافة كما قدمت غزة قادتها شهداء في سعيها نحو النصر يقدم الشعب السوري ثلة من قادته في طريقه نحو النصر المحتم عن هذا الخبر نشرت صحيفة القدس العربي بعنوان مقتلوا 28 من قيادات حركة أحرار الشام جاء فيه قتل 28 قياديا في حركة أحرار الشام الإسلامية المقاتلة ضد النظام السوري في انفجار ضخم استهدف اجتماعا لمسؤول الحركة وقادت الألوية مساء ثلاثة في ريف إدلب في شمار غرب سوريا من بينهم حسان عبود الملقب أبو عبد الله الحموي زعيم الجماعة الذي كان مشاركا في الاجتماع وقع الانفجار في بلد سرام حمدان في الريف الشماري الغربي لمحافظة إدلب ويقع ريف إدلب تحت سيطرة مجموعات عدة من المعارضة المسلحة على رأسها الجبهة الإسلامية وتنتمي إليها حركة أحرار الشام وجبهة ثوار سوريا وكتائب أخرى مقاتلة ضمن هيئة الأركان التابعة للجيش السوري الحر وقال الناشط الإعلامي ياسين أبو رائد أن انفجارا استهدف اجتماعا لقيادات الحركة بريف إدلب مما أسفر عن مقتل الحموي إضافة إلى مقتل عدد من القيادات الأخرى ولفت أبو رائد إلى أن المعلومات لا تزال غير واضحة حول الجهة التي نفذت الهجوم أو الطريقة التي حصل بها التفجير إن كان انتحاريا أم لا التطرف ليس وليد اللحظة وإنما هو وليد سنوات من التهميش والتنكيل من قبل الغرب تجاه المسلمين صحيفة الانديبندنت نشرت مقالا بعنوان الفضائع ضد المسلمين في البوسنة قادت الجهاديين إلى الحرب في سوريا جاء فيه في مقالة للكاتب البريطاني روبرت فيسك حول الأسباب التي دفعت الإسلاميين المتطرفين والجهاديين إلى التوجه للمشاركة في الحرب في سوريا والعراق تطرق الكاتب إلى الفضائع التي ارتكبت ضد المسلمين في البوسنة مطلع التسعينات واستأنف الكاتب مقالته بالإشارة إلى أن الجرائم التي ارتكبها الجيش الصربي ضد المسلمين في البوسنة والتقارير التي أوردها عن تعرض 20 ألف امرأة بوسنية للاقتصاب على أيدي الجنود الصربيين أثرت غضب ومشاعر المسلمين ولسيما في الدول العربية وهو ما دفع العديد من الإسلاميين إلى الانسياق نحو التطرف والتعصب وقال فيسك أن المواقف الغربية التي وصفها بالمخزية لما جرى في البوسنة كانت سببا رئيسيا لتفشي التطرف بعد حرب البوسنة وكان ينظر في وقتها إلى رغبة المسلمين العرب في مساعدة المسلمين في البوسنة على أنه أمر طبيعي ويشير فيسك إلى أن المسلمين الذين كانوا يذهبون لمساعدة إخوتهم في البوسنة كانت لديهم نفس الرؤية لدى المسلمين الذين ذهبوا إلى الحرب في سوريا للمشاركة في الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد مضيفا بأن الغرب كان سعيدا في عدم إرسال المساعدات والأموال والسلاح للمعارضة السورية التي تقاتل ضد الأسد الذي قرر قمع الثورة السلمية بلا رحمة كما غض الغرب نظر عن انضمام عمال الإغاثة المسلمين المتشددين إلى المعارضة السورية للقتال ضد الأسد إلا أن ما أثر قلق الغرب بالفعل هو انضمام المقاتلين الإسلاميين المتشددين الذين قادموا من أفغانستان والشيشان والبوسنى ودول أخرى واختتم الكاتب مقالته مشيرا إلى أن أعمال القمع والتطهير العرقي ضد المسلمين في البوسنى هي التي ولدت أعمال التطهير العرقي التي يقوم بها مسلمون متطرفون ضد المسيحيين واليزيديين في العراق إسرائيل تراقب أحداث المنطقة عن قرب دون ما تحرك كيف لا؟ وهي أكثر المستفيدين مما يحصل صحيفة جيروسالين بوست نشرت تحت عنوان إسرائيل تراقب تحركات داعش بالأقمار الصناعية وتقدم معلومات لواشنطن جاء فيه أفد مسؤول دبلوماسي غربي يوم أمس أن إسرائيل قامت بالتقاط صور عبر الأقمار الصناعية وقدمتها مع معلومات استخباراتية أخرى إلى الولايات المتحدة لدعم الحملة الجوية التي تقودها واشنطن ضد تنظيم الدولة الإسلامية داعش في العراق وقال المسؤول الغربي أن واشنطن قامت بإزالة جميع الأدلة على أن تلك المعلومات مصدرها إسرائيل وتبادلتها بعد ذلك مع حلفائها العربي وتركيا من جانبها رفضت وزارة الدفاع الإسرائيلية تأكيد أو نفي الاشتراك في أي جهود دولية ضد تنظيم داعش وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية ياكوف هافاكوك أن الوزارة تمتنع عن التعليق على أي مساعدة من جهتها أو عما إذا كانت هناك أصلا مساعدة من هذا النوع في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق كما قال المسؤول الغربي أن أقمار التجسس الصناعية الإسرائيلية التي تحلق فوق العراق بزوايا وترددات غير متاحة من الأقمار الصناعية الأمريكية قدمت صورا أتاحت للبنتاجون استكمال معلوماتها اللازمة والحصول على تقييم أفضل للأضرار التي لحقت بداعش بعد الغارات الأمريكية على معاقل التنظيم كما تشير الصحيفة إلى أن إسرائيل قدمت أيضا معلومات استخباراتية عن مواطنين غربيين يشتبه في انضمامهم لداعش والذين قد يتم تجنيدهم في المستقبل لتنفيذ هجمات في أوطانهم التطرف الديني ينشأ من تفسير شاذ للنص يوافق الهوى فيبقى الفعل متطرفا ولكن باسم الدين صحيفة ينشفق نشرت مقالا بعنوان الثقافة التي أنتجت داعش والعقل الذي يستخدمها جاء فيه يقول الكاتب التركي ياسين أقطاي إنه ليس من السهل الإجابة ولو بعبارات مليئة بالكراهية عن السؤال المتعلق بظهور تنظيم داعش فالمسألة معقدة أيما تعقيد فالإطار الأيديولوجي لهذه الظاهرة يتغذى من التطرف الذي يمكن أن يظهر في أي مرحلة من التاريخ من تاريخ العالم الإسلامي وحتى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم اعتقد بعضهم أنه يمكن أن يفعل أكثر وأفضل غير مكتفين بما شرعه الله ورسوله ويبدو أن ظهور تنظيم داعش في هذه المرحلة هو نتاج تغذية فكرية خاطئة تتجاوز الحالة المرضية التي أصابت الثقافة الإسلامية فمن الضروري التوقف مليا للإجابة عن هذا السؤال إلى أي مدى يعتبر داعش نتاج للثقافة الإسلامية وهل هذا التنظيم هو فعلا نتاج للعقل الذي يتبنى أفكاره وسلقه مشاهدين الأعزاء حياة المواطنين الأتراك تجعل الحكومة التركية تفكر قبل أي خطوة للانضمام للتحالف الأمريكي ضد داعش عن هذا الموضوع نشرت صحيفة خبر ترك تحت عنوان زيارة مهمة جاء فيه تنقل الصحيفة نبأ زيارة وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيغل إلى تركيا لطلب دعمها في مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية داعش تذكر الصحيفة أن هيغل اجتمع مع رئيس الجمهورية رجب طيب أردغان ورئيس الوزراء أحمد داود أغلق كل على حدة من جهتها تذكر الصحيفة أن تركيا لم تستطع اتخاذ قرار بشأن المشاركة في مجموعة مكافحة تنظيم داعش الدولية بسبب الرهائن الأتراك التسعة والأربعين المحتجزين لدى داعش فيما طالبت نقل الموضوع إلى الأمم المتحدة في اجتماعها المقرر في الواحد والعشرين من أيلول الجاري من جهته صرح هيغل بأنه لن يطلب من تركيا وحدات عسكرية قتالية ولكن قد يطلب قاعدة عسكرية ودعم لوجستيا من جهتها ذكرت المصادر الأمريكية أن تركيا أهم دولة في المنطقة وأن الولايات المتحدة تنتظر اشتراكها في مكافحة داعش فعليا من جهة أخرى من المتوقع أن يكشف الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم عن خطط ثلاثية لمكافحة داعش كما ينتظر أيضا طلبه إغلاق حدود تركيا أمام مقاتل داعش وسمح باستخدام قواعد حلف النيتو الموجودة في تركيا من قبل قوة المجموعة الدولية الإرهاب هي صفة كل من يؤذي غيره باسم الدين أو العرق أو الطائفة وهذا ما حصل مع كل من إسرائيل وداعش صحيفة الدستور الأردنية نشرت مقالا لحسين الرواشدي بعنوان داعش وإسرائيل وجهان لعملة واحدة جاء فيه ما هو وجه الشبه بين داعش وإسرائيل؟ هناك ثلاثة أسباب على الأقل تدفعني إلى طرح هذا السؤال الأول يتعلق بطبيعة نشأتهما وتحولهما السريع من مجرد تنظيمة مسلحة إلى دولة والثاني الصورة التي حاول كل منهما أن يقدمها للآخرين وهي على وجهين وجه للترويع وآخر للتلميع أما الثالث فهو الهدف الذي أوني طابهما حيث زرعت إسرائيل في قلب علمنا العربي لتهديده وتفتيته فيما وضع الداعش كسكين في خاصرته للغاية ذاتها حين ندقق في الصورة نكتشف على الفور بأن إسرائيل كدولة تحمل الهوية اليهودية اعتمدت على التلمود في تبرير سياساتها وبالتالي فإن الدين هو العامل الأساسي الذي قامت عليه منذ نشأتها لتسويغ إجرامها ولإقناع اليهود بالهجرة إلى فلسطين كما أن داعش كدولة تحمل الهوية الإسلامية اختزلت الدين وتغطت بغطائه في إطار بناء الخلافة وإقناع المسلمين بأنها جاءت لتحريرهم من الاستعمار نكتشف أيضا بأن الدولتين اليهودية والإسلامية تم إشهار وجودهما في ظروف متشابهة الأولى مع بداية حركة التحرر العربي من الاستعمار الأجنبي والثانية أثناء مخاضات وثورات الشعوب العربية للتحرر من الاستعمار الوطني نكتشف ثالثا بأن الدولتين فاجأتا العالم بما لديهما من قدرة على الترويع والقتل وبما حزتا عليه من قوة عسكرية وبأعداد الذين انضموا إليهما من كافة أنحاء العالم تحت لافتة الدين ومن أجل إقامة الوطن القومي أو إقامة الخلافة الإسلامية ونكتشف رابعا بأن العصابتين استخدمتا فرولا جيوشا أخرى للهيمنة والتمدد والاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي يكون المرء طائفيا عندما يكون سنيا سواء كان من ضمن الأكثرية كما هو في سوريا أو أقلية كما هو الحال في إيران لا عجب فهذا زمان الطغى نشرت صحيفة العرب اللندنية مقالا بعنوان علماء السنة في إيران يطالبون بإنهاء الانقسام الطائفي جافي طلب علماء السنة في إيران حكومة الرئيس حسن روحاني بإنهاء التمييز والتعامل الانتقائي مع قضايا الأقليات القومية والدينية كما انتقد هؤلاء العلماء في بيانات منفصلة تعامل السلطات مع طلاب المدارس الدينية السنية في إقلم بلوشستان شرق إيران يذكر أن حملة اعتقالة واسعة تشلها السلطات الإيرانية ضد طلاب المراكز الدينية من أهل السنة خاصة في إقليم بلوشستان ذي الأغلبية السنية وتستهدف الاعتقالات كل من يرتدي ملابس طلبة المدارس السنية على الحواجز ونقاط التفتيش على مداخل مدينة زهدا ويبقى استخدام لغات الأقليات في المكاتب الحكومية وفي التعليم في المدارس محضورا ويواجه النشطاء الذين يناضرون من أجل حقوق الأقليات الكثير من التهديدات والاعتقال والسجن صحيفة الغارديون نشرت تحقيقا حول إقبال الأتراك على الزواج من سوريا نزحن جراء الحرب المستعرة في بلادهن منذ أكثر من ثلاثة أعوام ونقلت الصحيفة عن طبيب تركي أن قرابة أربعة آلاف امرأة سورية تزوجنا من رجال أتراك في مدينة كليس التي تقع على الحدود التركية السورية وقال مراسل الغارديان كونستانس ليتش الذي أعد التحقيق إن منظمات حقوقية نسوية عربت عن قلقها من هذا الاتجاه حيث أن الكثير من النساء يوافقنا على هذه الزيجات بدافع اليأس والرجال يستغلون هذا الأمر وتحدثت ناشطة من محافظة غازي عن تاب جنوبية تركيا عن شعور بالقلق يساور النساء في تركيا بشأن مدى استقرار عائلتهم وقالت إن الخوف المستمر من احتمال فقد أزواجهن يضع ضغوطا على النساء المحليات كما تزايد معدل العنف الأسري والتهديدات والضغوط النفسية والانتهاكات من جانب الزوج مشاهدين الأعزاء الكبار تثقلهم الهموم والصغار تثقلهم حقائبهم هذا ما نشرته جريدة الرياض التي تطالعنا بعنوان الحقيبة المدرسية قد تسبب مشاكل صحية للطفل الجاء فيه قد يغفل الأهل عن الجانب الصحي عند اختيار الحقيبة المدرسية بما يتناسب مع جسم الطفل وطوله ووزنه إضافة إلى كيفية حمل تلك الحقيبة ومدى سلامتها على الطفل فكثير من الأطفال يحملون حقائبهم بطريقة قد تؤذيهم على المدى البعيد فالحقيبة قد تظل معلقة على ظهر الطفل أو كتفه لوقت ليس بالقصير ويبقى الطفل يحمل حقيبته بنفس الطريقة الخاطئة يدعمها ثقلها والتي قد تؤدي بالتالي إلى مزيد من الضرر من جهتها حذرت ماري ويل ميرث أخصائية العلاج الطبيعي وعضو الجمعية الأمريكية من أن الإصابات قد تحدث حين ينجأ الطفل الذي يحمل حقيبة ظهر ثقيلة إلى تقوس الظهر والانحناء للأمام أو الالتواء والميل لأحد الجانبين وهذه التغيرات في وضع الجسم يمكن أن تتسبب في حدوث خلل في العمود الفقري كما تتسبب في جعل العضلات تعمل بشكل أكثر قسوى مما يؤدي إلى إصابتها بالتوتر والإجهاد وجعل العنق والكتفين والظهر أكثر عرضة للإصابة بدأت من صرخة حرية وحق الإنسان في الكرامة وما تزال حتى اليوم مستمرة رغم تساقط الكثيرين على الطريق وعن مسيرة الثورة نشرت صحيفة عين المدينة مقالا بعنوان كانت الثورة على حق وما تزال جاء فيه يجب أن نعترف أن ثورتنا في أزمة فهذا يخلصنا من كثير من اللغو المكابر والنقاش الذي لا طائل من ورائه ولكن هل المشهد قاتم بالفعل كما يبدو للكثيرين في الحقيقة يعاني النظام وأنصاره من إحباط شديد إثر خساراتهم أمام داعش في الرقة وأمام قوات الثوار في درعا والقنيطرة وريف حما وعلى خلافنا نحن يضع النظام كلما سبق في سلة واحدة وهي ثقيلة بالفعل أما داعش فتكاد تصل سريعا إلى مبتغاها وهو استعداء العالم كله ابتداء من المقاتل الشاب الذي تساهل مع دخولها إلى دير الزر وحتى مجلس الأمن فهنيئا لها بهذا التاج من الأعداء الذي تتصوره دلالة على أنها على الحق في إحدى أعراض الجنون الاستراتيجي الذي لن يتأخر دفع ثمنه وحدها الثورة على الحق لأنها اندلعت من كرامات ملايين الناس وتطلعاتهم إلى العدل والحرية وبالتأكيد ستمر هذه الأيام وسيرحل الطغة الأسد الذي استجدى مؤخرا تعاون الدولي للقضاء على الإرهاب فلم يلقى إلى الاستنكر والإرهاب نفسه الذي يستحق هذا الاسم بجدرة أما الثورة التي تنفع الناس فستمكث في الأرض مشاهدين الكرام هل يستسلم السوريون لقدر الموت الذي يحاصرهم من كل جانب أم يواصلون كفاحهم الدؤوب في سبيل حياة كريمة يستحقها الإنسان موقع دنيا الوطن نشر مقالة لعلاء الدين حسه بعنوان ليس للسوري إلا الموت جاء فيه يعاقب السوري اليوم في كل بقاع الدنيا على أفعال قادته وذلك الجالس على كرسيه وذبانيته يسفكون دماء الذين صفقوا له يوما ضاعت الأصوات المعتدلة وذابت الأقلام الواعية بنيران الفتنة التي بدأها النظام حين اختار شعار الأسد أو لا أحد الأسد أو نحرق البلد فحرق البلد واختر أن لا يبقى أحد استفتح بزخ الرصاص على صدور العراه وتكسير عظام الذين قالوا له بيتنا حرية وقلع حناجر من غنى للحرية وانتقل إلى ذبح أبناء قرى ذنبها أنها تنتمي لدين غير دينه وخلوصا إلى البراميل تطمر وتدفن ما تبقى في أرض الوطن تحت ذريعة القضاء على الأعداء ورجال المؤامرة الكونية وأما الذي اختار ركوب البحر للابتعاد ما أمكن عن بلده حليما بحرية رويت له كحكاية ألف ليلة وليلة فأودع ماله في جيب السماسرة والقراصنة الذي نستودع جسده في قاع البحر طعاما للسمك أما من تبقى على قيد الحياة على أرض الوطن فهو يعاني من موت مضاعف فهو اليوم تحت سيطرة أغراب لا يهمهم من البلد إلى جمال حريمهم وبريق ذهبهم وحين يرفع رأسه يعيد السيف والصوت والسجن والرصاص اليوم كل طرق الموت تجرب في السوري السوري الذي طلب بالحرية فحرم منها وسمح له فقط اختيار طريقة الموت فلك الخيار أيها السوري الموت رميا غصفا وأذا طعنا حرقا أو غرقا فليس لك اليوم إلا الموت أعزائي المشاهدين وإذا لم يكن من الموت بد فمن العار أن تموت جبانا عليك فقط أن تختار أما نحن فنختار البقاء معكم في جولة جديدة من جولاتنا في حديث الصحافة غدا إن شاء الله فكونوا معنا لكم من أطيب المنى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر